الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في اللو قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين نعم هذا الحديث فيه بيان موقف المؤمن إذا صابته المصاحب وإنه يظهر الإيمان بالله ويقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل ولا يقول ولا يقول لو أني فعلت كما يقول المنافق المنافق يقول عند المصائب لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا أما المؤمن فإنه يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل فيظهر الإيمان بالله عز وجل ويحاسب نفسه من الوقوع في الأخطاء ليتلافى المكاره مرة ثانية نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قول المصنف رحمه الله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك الحديث اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير نعم المؤمن الصادق الإيمان كل ما كمل إيمانه فهو أحب إلى الله عز وجل وهو خير من المؤمن الضعيف يعني ضعيف الإيمان فإن ضعيف الإيمان عرضة ل عرضة ل ظهور تأسف وظهور عدم وعدم الصبر بسبب ضعف الإيمان بخلاف المؤمن فإنه ثابت الإيمان وإذا أصابه ما أصابه فإنه يراجع نفسه هو يتلافى النقص في إيمانه وأما المنافق فإنه هو العياذ بالله الذي يظهر الإيمان ويبطن خلافه فإنه ينكشف عند الشدايد كما انكشف تحوال المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد وفي غيرها نعم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ضعيف الإيمان وفي كل خير في ضعيف الإيمان وفي قوي الإيمان في كل خير بخلاف المنافقين فإنهم والعياذ بالله ينكشفون عند أدنى مصيبة لأنهم ليس فيهم خير وإنما يظهرون الخير ويبطنون الشر نعم احرص على ما ينفعك هذا حف من الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك يعني شفى الأشياء الذي فيه نفع فاحرص عليه وتمسك به نعم احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخرى مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة نعم وليس معنى الإيمان بالقضى والقدر أنه يهمل الأسباب بل يتخذ الأسباب الواقية والنافعة يتخذها بخلاف المنافق فإنه ليس عنده ليس عنده إيمان أصلا وإنما يظهر الإيمان ويعيش مع المؤمنين لكن إذا جاء مصيبة تبين والعياذ بالله موقفه من المصائب فالمؤمن يثبت عند المصائب ويثبت على إيمانه ويعلم أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره ويحاسب نفسه حاسب نفسه خلاف المنافق فإنه يلقي باللوم على الآخرين ويهمل الأسباب النافعة ويتخذ الأسباب التي تضره أو لا تفيده شيئا نعم ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ولا يعتمد على السبب وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب فلابد من الأمرين اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى فلا يأخذ به سبب مثلا التوكل ويترك السبب الآخر وهو الإيمان بالله عز وجل ولا يعتمد على التوكل ويترك الإيمان بالله عز وجل وإنما يأخذ بالأمرين في اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى نعم ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله نعم هذا هو المؤمن حقا لا يعتمد على التوكل على الله ويترك الأسباب ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله بل يجمع بينهما اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى نعم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجزا نعم لا تعجزا عن اتخاذ الأسباب النافعة نعم النون نون التأكيد الخفيفة نهاه صلى الله عليه وسلم نون التأكيد الخفيفة لأنها ساكنة وأما إذا شددت فهي نور فهي الثقيلة نون التوكيد الثقيلة ولا تعجزن نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه والعجز مذموم شرعا وعقلا وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان الكيس يعني الحازم الكيس من دان نفسه أي حاسبها دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت هذا هو الكيس والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني هذا هو المنافق العاجز عن مرتبة الإيمان الصادق نعم فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل أي هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه لا شك أن ما يقع فإنه بقضاء الله وقدره سواء كان مما تحبه النفوس أو مما تكرهه النفوس كله بقضاء الله وقدره فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه وأما المنافق فإنه يلقي باللوم على القضاء والقدر فقوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر وذلك ينافي الصبر والرضا والصبر واجب نعم فلا هذا موقف المسلم أنه يرضى لقضاء الله وقدره ويسلم مع اتخاذ الأسباب النافعة فيجمع بين الإيمان بالقدر واتخاذ الأسباب النافعة وأما المنافق فإنه يعتمد على الأسباب وينسى التوكل على الله عز وجل فإن لو تفتح عمل الشيطان أي لما فيها التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر وذلك ينافي الصبر والرضا والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور نعم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها في كتاب من كتاب الذي كتب الله به مقادير الأشياء في كتاب فلا يحصل شيء إلا وهو مكتوب من خير أو شر فعل المسلم أن يفعل الأسباب النافعة ويتجنب الأسباب الضارة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى نعم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قبل أن نبرأها من قبل أن نخلقها ومن قبل وقوعها نعم إن ذلك على الله يسير إن ذلك يعني كون الأشياء مقدرة كلها خيرها وشرها مقدرة في كتاب هذا على الله يسير لأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى نعم لكي لا تأسوا على ما فاتكم نعم المؤمن لا يأسى على شيء فات لأنه بقضاء الله وقدره نعم لا تفرح بما آتاكم ولا يفرح فرح الأشر والبطر وإنما يفرح بفضل الله ولكن لا ينسى القضاء والقدر نعم والله لا يحب كل مختال فخور الله جل وعلا يحب ويكره ويبغض سبحانه وتعالى لا يحب كل مختال فخور مختال من الاختيال والفخور من الفخر فلا يفخر فخرا ينسيه الإيمان بالقضاء والقدر ولا ولا يعني يتأثر بالمصائب وينسى الفرج من الله سبحانه وتعالى إن فرج الله قريب نعم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد نعم الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فالجسم الذي ليس له فيه رأس لا فائدة فيه كذلك الذي ليس معه إيمان بالقضاء والقدر لا ينفعه مثلا ما يفعل من الأمور النافعة لا تنفعه إذا لم يكن معها إيمان بالله عز وجل نعم الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وقال الإمام أحمد ذكر الله سبحانه الصبر في تسعين موضعا من القرآن نعم لأهمية الصبر تسعين موضع من القرآن نعم نعم من الذي يعدها تسعين موضع الإمام أحمد عدها وعرفها نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور ومن الناس من يجمع كل الشرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب نعم الأصل في الأمر أنه للوجوب فقد يكون الأمر الاستحباب إذا دلت على ذلك قرينة نعم ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز والعاجز ضد الذين هم ينتصرون فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة وذلك لأن الإنسان بين أمرين أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه نعم يجمع بين الأمرين الإيمان بلق الله والقدر مع الصبر على ما يصيبه هنا نعم ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره الأمور أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه فلا تعجز عنه وأمر ليس فيه حيلة فلا تجزع نعم وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه وهذا في جميع الأمور لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به وأحبه له فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد أمره بكل خير له فيه حيلة وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله نعم واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين فالأفعال مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها نعم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها هذا عدل من الله سبحانه وتعالى ومثل قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ومثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها نعم ومثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك نعم والآية قبلها فالحسنة في هاتين الآيتين النعم والسيئة المصائب هذا هو الثاني من القسمين وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم ثم قال رحمه الله فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه نعم ولهذا قال آدم لموسى عليهما السلام أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس انتهى نعم قال العلامة ابن القيم رحمه الله فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي ويحب المؤمن القوي وهو وتر يحب الوترة وجميل يحب الجمال وعليم يحب العلماء ونظيف يحب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين ومحسن يحب المحسنين وصابر يحب الصابرين وشاكر يحب الشاكرين نعم ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضه فيحب بعضهم أكثر من بعض ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك فالخير كله في الحرص على ما ينفعه ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته فأمره أن يعبده وأن يستعين به فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمت الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه فإن فاته ما لم يقدر له فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان عجز وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة من لو هاهنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته ولو أنه قدر له لم يفت ولم يغلبه عليه أحد فلم يبقى له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور وإن انتفت امتنع وجوده ولهذا قال فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين حالة حصول المطلوب وحالة فواته فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا بل هو أشد إليه ضرورة وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه وبالله تعالى التوفيق انتهى ناشا الله كلام طيب قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران يقولون لو كان لنا من الأمر شيء وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء الثالثة تعليل المسألة لأن ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله سبحانه السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إزاك الله خير إزاك الله خير الله يكتب يجرك يزاك عنها كل خير